من الجزائر كريم قندولي مراسل الغد ينضم إلينا كريم يعني صمت انتخابي قبل الانتخابات البلدية السبت المقبل مزيد من التفاصيل صباح الخير إذن اليوم الجزائر تدخل مرحلة الصمت الانتخابي قبل الانتخابات المقررة يوم السبت المقبل في 27 من شهر نوفمبر 2021 إذن كل المترشحين وعددهم بالآلاف يعني ينوون أن يدخلوا غمار هذه الانتخابات على أمل الفوز في هذه الانتخابات الحصول على مقعد في المجالس البلدية والولائية الكل اشتغل طيلة 21 يوما في الحملة الدعائية وحاول استمالة المواطنين من أجل كسب وضهم للتصويت عليه يوم السابع والعشرين نوفمبر لكن هناك حقيقة أيضا في الجزائر ليست فقط متعلقة بمن حضر أكثر ولكن بالأحزاب الكلاسيكية التي ربما لها تقاليد كبيرة في هذه المناسبات وتحصد الأخضر واليابس في طريقها ونتكلم اليوم عن تجارب أيضا أثبتتها تجربة الماضية في الانتخابات البرلمانية أين استولى أو حصد حزب جبهة التحرير الوطني وحزب جبهة تجمع الوطني الديموقراطي وحركة البناء وحمس وجبهة المستقبل وكلها أحزاب سياسية مهيكلة واستطاعت أن تخرج من رمادها وخاصة أن الحراكة الشعبية سابقا قد رفض كل هذه الأحزاب والتشكيلات السياسية لكن واقع الميدان لديه واقع أكثر والأكثر تهيكلا هو الذي يفوز في النهاية وهذا بحكم أيضا التجارب الماضية اليوم يعني في حدود الساعة الثانية ونصف الظهرا سيعقد بتوقيت الجزائر طبعا سيعقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي مؤتمر صحفية للحديث عن هذه الفترة الدعائية التي كانت قبل الانتخابات وأيضا آخر التحذيرات التي تقوم بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لهذا الموعد الهام الذي تراه السلطة العليا في البلاد على أنه المرحلة قبل الأخيرة في تجديد المؤسسات الوطنية والشعبية أيضا بعد مرحلة الاستفتعال الدستور في الفتح من نوفمبر 2020 وأيضا بعد تجديد المجلس الشعبي الوطني بصفته الغرفة السفلة وأول مؤسسة تشريعية في البلاد تأتي الآن هذه المحطة وهي المحليات التي لها أهمية بالغة أولا لأنها لديها ارتباط كبير بالمواطن والجانب التنموي وكل ما ينظم حياته اليومية والثانية لأن من رحم هذه التشكيلات التي ستفوز في الانتخابات المحلية سواء بلدية أو ولائية هناك سيتم انتخاب مجلس الأمة لتكون آخر محطة في تجديد هذه المجالس المنتخبة في الجزائر كنت معنا من الجزائر